اشتركوا في القناة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين القرآن هذا الكتاب المعجز الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به الخلق كلهم عربيهم وعجمهم فقال سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقيل ظهيرا أي نصيرا مساعدا وقيل ظهيرا أي لو أنهم رأى بعضهم بعضا واجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن من العلم والمعرفة والدلائل وهي الآيات ما يدل على عظيم وجوده وخلقه تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب أثبت بأنه الخالق الذي أوجد هذا الخلق وأنه عز وجل قد نبأنا وأخبرنا ببعض الأمور التي غابت عنا في أصل وجودنا فبين تبارك وتعالى أنه عز وجل قد أراد خلق هذا الإنسان وقد دار حوار بين الله سبحانه وتعالى وبين ملائكته الكرام فقال سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إذن بداية الخلق هو طبعا خلق الإنس هو آدم عليه السلام كذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في شأن أن هناك مخلوقات قبله وهم الملائكة بل وكذلك الجن فقال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال عز وجل في صورة أخرى وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه إذن هناك مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى قبل خلق الإنسان وكذلك بين سبحانه وتعالى بقوله شأن الفلك وما في هذا الكون فقال عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الرتق هي التلاصق شيئين متلاصقين والفتق هو فصل ما بين الشيئين وقد اكتشف الإنسان في القرن العشرين ما يسمى بالانفجار الكوني العظيم الذي قدره بعض علماء الفلك بأكثر من 13.800 مليون سنة ضوئية يعني 13.800 مليون سنة ضوئية هذه شيء كبير هذا في مساحة الكون وقالوا بأن عمر وجود الكون بأنه 13 مليون سنة مما نعد نحن وهذا يعني كذلك رقم كبير جدا بالنسبة لوجودنا ولأعمارنا فاليوم الإنسان لا يكاد يتجاوز يعني المائة سنة في المتوسط وإن كان هناك بعض المعمرين الذين قد توصل أعمارهم إلى 150 وأكثر من 150 إلا أن هذا من الأمور النادرة في أعمار البشر وخاصة في الأزمنة المتأخرة ولكن إذا وجدنا بأن هذا الإنسان اليوم يكتشف أشياء عجيبة وغريبة إلا أنه يظل فيما قد سبق من الحوادث والأمور بأنه ما زال جاهلا بكثير منها فبعض العلماء مثلا كان يرى أن هذا الكون أزلي يعني موجود هكذا ولكن بالمتابعة الحسية والاكتشافات المتقدمة تبين لهم أن هناك حدث حدث كبير في هذا الوجود بانفجار عظيم حدث بما يقارب 13 مليار سنة وما ذهبوا بعيدا عما أخبر به القرآن الكريم لكن الأمر العجيب أن القرآن يخبر بأشياء كذلك أخرى فيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي فيكتشف اليوم يكتشف علماء الأحياء بأنه لا يمكن لشيء فيه حياء لا يكون فيه ماء العبد أن يكون في أي حي من الأحياء ماء والله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي إذن الذي ليس فيه ماء ليس فيه حياة يتحرك بها ويثبت وجوده في الحركة إلا وأن يكون به ماء إذن قال الله عز وجل كذلك وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ما هي الرواسي قال هذه الجبال التي تعمل على ثبات الأرض في حركتها فلا يكون حال الأرض الدائم هو الاضطراب والحركة أو الزلازل بل هذه تكون أشياء عرضية إنما الاستقرار موجود على هذه الكرة الأرضية بسبب ما وضع الله سبحانه وتعالى من هذه السلاسل من الجبال المنتشرة على سطح الكرة الأرضية بما جعل فيها النوع من التوازن الكل للأرض وأصبحت ما يحدث لها من زلازل وطرابات تكون شيئا استثنائيا قليلا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى كذلك وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون السماء سقف محفوظ عجيب علماء الفلك اليوم وعلماء المناخ يكتشفون أن هناك غلاف جوي وهذا الغلاف الجوي يحمي الإنسان من أشياء كثيرة سمى الله سقفا والسقف دائما يحمي ما دونه وأن هناك وجدوا أشعاعات كونية خطيرة مثل الأشياء الفوق بنفسجية هناك طبقة تسمى في الغلاف الجوي طبقة الأوزون تدخل قسما محدودا من الأشعاع الفوق بنفسجية التي يحتاجها الإنسان في حياته بل والكائنات ولو أن هذا الطبقة هذه الطبقة من طبقة الأوزون غير موجودة لما استطاع الإنسان يعيش بسبب أن هذه الأشعاع الفوق بنفسجية ممكن أن تحرق أشياء كثيرة ومنها الإنسان لن يستطيع أن يعيش على هذه الكرة الأرضية فسمى الله سبحانه وتعالى سماء سقفا محفوظا أي تحفظ ما تحتها من هم على الكرة الأرضية وجعلنا سماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون إدلائلها العظيمة ثم يقول سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون ما في شيء ثابت في هذا الكون كل هذه المجرات وهذه الكواكب والنجوم تتحرك لكن كل لها بسرعتها بما قسم الله لها وكتب لها ونحن نعيش في يعني طرف المجرة الكبيرة ما نسمى بالملكوي أو نسمى بمجر الطريقة الحلبية أو طريقة التبانة ونحن نعيش في طرفها في جزء صغير منها تسمى المجموعة الشمسية اكتفي بهذا القدر عزيزي المشاهد وإلى حلقة القادمة من الله استودعوك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتغيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر